صباح الخير لكم من جيد مشاهدين أولى لقاءاتنا لليوم بتكون مع المطران شارل مراد النائب البطرياركي لأبراشيد بيروت للسريين الكاتوليك سيدنا المطران أنا كتير اشتقت له هيك بوجوده الشخصي اليوم موجود معنا بستوديو رح نحكي عن أمور كتير أكيد ضمن عنوان اللقاء حيات البساطة قدين احنا هلأ اعتبرنا حالنا رجعنا على الحيات البسيطة تخلينا عن هيك قشور يمكن كنا نحنا نفكرها شي كتير مهم أو لا اكتر منا يمكن بعضهم متمسكين فيها ونطرين عودتها شو هي حيات البساطة تفاصيل كتير رح ناخدها من سيدنا بهاللقاء موسيقى صباح الخير صباح الخير ميري قديش تقني لك أنا كمان كنت جمعة الماضي يمكننا مباشرة أول مرة جمعة الماضي بالستوديو قبل كنا بالسبايا وبعاد أكيد حيات البساطة يمكن هلأ صرنا عم نقول نفهمها صرنا أكتر أو عم نرجع لها أكتر لأنه شلحونا إذا بدك المصاري عوايد كتير كانت موجودة عنا قشور تبسكنا فيها كتير أبونا حيات البساطة بالفعل هي شو؟ مثل ما نحن مصفة بالمادية ولا الواحد إذا كان بسيط بعقلاته بيقوله يمكن هيك عفوا غبي غبي شو هي حيات البساطة؟ مظبوط هي الأكيد اليوم نحن بنحاول نفكر شوي بالبساطة الروحية بالبساطة بالمسيحية تنرجع ننتقل فيها للحياة العملية يلي كنت عم تحكي عنا إنه بالوضع يلي نحن عيشينه نحن كنا نفكر مظبوط إنه الإنسان البسيط هو الإنسان يلي هيك عقده فهمته عقده يعني يعني مثل ما بيقول بالدرجة يعني فينا نستلمه بسهولة مصبوط وليك معتر هيدا بسيط بندحك عليه إنسان ما عنده خبرة بالحياة ولكن البساطة إذا بدي فكر فيه أنا بالمفهوم المسيحي شغلة كتير كبيرة المسيح قالنا بالإنجيل أي كتير حلوة كونه حكماء كالحياة وبساطاء كالحمام حكمة وبساطة الحكمة بلا البساطة بتصير كبرية والبساطة بلا الحكمة بتصير واحد مثل ما قلتي قبل شوي معتر سخيف أو أهبل مثل ما بنسميه بالعربي فإذا البساطة ميراي هي الإنسان يلي بكل يعني إذا بنا نعطي كلمتين هيك بكتل وضوحة الناس تفهم هي ضد التعقيد إنسان بسيط إنسان معقد بتروح هي على حياة لمحال بديك تعملي معاملة أو بديك تشتغراد أو بديك تصلحي سليولار أو بديك تصلحي ما بعرف شو أو سيارتك شو مكان أو قاعد بتفوتي عند شخص بتكون شغلة كتير بسيطة بعقد لك إيها بعقد لك حياتك وبتقولي يعني ياريت ما جيت وياريت ما وفيه أشخاص بتكون شغلتك كتير صعبة ويمكن معقد من كل الجهات تجي عند شخص بتشوفي بلحظة بيحلل لك إيها بيبسطها بتقولي خيي أنا قداش كنت وهيدي المشكلة إذا عندك إيها بالبيت مثلا تخيلي عندك واحد زوجة أو مرته أو أولاده أو مدير مدير الشغل عنده أو تخيل إنسان يكون معقد وبعقد كل شي والتعقيد شو بيشمل ميراي تعقيد بيشمل إنه أنا بيقلي كلمة آه ليش قال لي هذه الكلمة فإذا مدير شو عم بيفكر هايته ناوي عشي يخيله عم بيقلك الكلمة بكل بساطة يعني ما عندي شي ما في ناوية يعني مخباية فإذا البساطة بالمسيحية هو الإنسان إنه ما يكون معقد ما يكون عنده نية سيئة وما يكون بيحلل الأمور وبيفسرها وبيتعبها وإذا أنا بدي أخد مثل عن الإنسان البسيط بكل هيك وضوح يسوع المسيح يسوع المسيح كانت حياته بسيطة مية بالمية أحيانا هادي منقول لقويت عن سبيل المزح المسيح وعز وحكي أمور بكتير بساطة أوقات نحن الإكليروس ناخد نص من عقد النص اللي حكي المسيح يخي ما فهمت المسيح يعني النسخة الأصلية إلى المسيح بشكل بسيط تتفهم العالم بيجي أنا بشرحه بطريقة معقدة طب هت فإذا بعطي مثل هيك عن سبيل المزح بكل شيء بكل شيء بكل شيء بكل شيء بيكون شغلة واضحة بيجي أنا بصير حللة واشرحها ليش صيدنا نحن بنحب التعقيد بالأساس يعني في أشخاص عن جد بيحكوك مثل ما هي الكلمة بصير أنا أقول لا بس أكيد مش أصدو هيك في شيء تاني مش معقول يكون هالقد نيتو طيبة لأنه ما في حدا هالقد إنسان منيح وجيد عنا كل هول هيك البراجوجي براسنا يلي ما بنخلص منهم مشان هيك ميراي أول شيء أنا دايما بقول أنه البساطة هي تربية بمجرد أنت ما تربي بنتك أو ابنك من هو صغير البساطة بجعب أقول هو الإنسان يلي بيشوف كل شيء بإيجابية وبيشوف كل شيء يعني ما بيعجز قدام شيء كنت عم بحكي قبل شوي عن يسوع المسيح يسوع المسيح قال لهم شوفوا السنابل الحقل جماعة مزارعين بيشتغلوا بالحقل انظروا إلى طيور السماء السمك طرح واحد بده يتسيط طلع بالشبكة السمك منيح وسمك مش منيح المش منيح كبوا والمنيح أخدوا فيه أبسط من هيك قال لهم مثلا خرج الزارع ليزرع عم بيكب لأن كلهم بيزرعوا فإذا هالبساطة يلي خبرون إياها شو كان هدفها كان هدفها الخلاص كان هدفها ملكوت السماء أنا بكل شغل بدي عاملة بدي شوف شو بدي وصل لك إذا أنا بضل بحكي ساعة ما وصلت لك شيء يعني أنا فشلت إن شاء الله بكون عم بحكي عن يمكن السلاح النووي وعند ثلاثة أربع دكتوراه وأنا راسي مليان وعم بوصل فكرة ما حدا فاهم علي أنه ما عمل شيء ما عمل شيء وهذا شيء يمكن منعني كلنا بالجامعات أو بالمحاضرات بيكون أستاذ بالفعل كتير شاطر يعني عنده معلومات بس حرام ما بيعرف يوصلنا إياهن وهو عنده غير يوصلنا إياهن يعني مثلا نحن آخر شيء إنه أوكي برافو شاطر كنا بنعرف أكتر وقبل ما نسمعه وبيكتب مع إليت منيحة وعنده بالمجلات وبالكتب طب ما فبتشي طب يعني هنا عم نحكي بالحياة العملية وهذا الشيء بيتبع يعني بيلحقنا بالتفاصيل حياتنا يعني بيلحق علاقتك مع جوزك علاقت الرجال علاقته مع أصحابه مش هناك فيه أشخاص بتقديله هيدا معقد أنا مش ممكن إسأله شيء أو هيدا الإنسان بيعمل من الحبة قبة أو العكس بيعمل من الاب حبة فإذا كتير مهم اليوم نحنا بحياتنا المسيحية أنا بلش مسيحيتي بشكل كتير بسيط لأن المسيح ليش المسيح تجسد تيفرجيني مثل ما بيقولوا تيفسر لي إياها بيتموا قديش حلوة ملكة السماء وقديش هو بيحبني فإذا أخلى زيته نزل من السماء ترك مجده كرميلي أنا تيبسط لي الأمور تحتى يكون على العد عقلاتي تيفهمني ملكته السماء تيفهمني الحياة الروحية فإذا إذا هو عمل تواضع جسد فإذا هون نقطة تالتة بفكر فيها أنه البساطة بد حكمه وبد التواضع يعني التواضع هي الأم يلي ولدت الحكمة والبساطة إذا الحكمة ما فيها تواضع مشكلة وإذا البساطة ما فيها تواضع كمان مشكلة نحن بمفهومنا البشرة هيكي المادة منعتبر التواضع ضعف مثل ما منعتبر البسيط مثل ما قالنا بالأول أهبل يعني دايما هيكي بدنا نصنف الناس ومنحب يلي يمكن متعجرف نعطي إيمي أكتر أعلى هذا ما فيك تصله هيكتوش كتير مهم بينما يلي فيك دغرة تتعاطى معه وتحكي ليه هالقدة متواضع مش لازم يكون هيك حتى إذا شفنا شخص متواضع منتفجع منقول أنه ليه هالقدة يعني هو لازم شوي يشوف حاله يعني يعني منقله اعطي إيمي لحالك ميرا فيه شعرة بين التواضع وبين ضعف الشخصية أو بين البخل تبهي لأن التواضع مربوطة بالبخل بأي معنى بأي معنى أوقات بعطيكي مثل كتير بسيط بيجي باي عن بعطي مثل يعني هاي بتصير بكل بيوتنا ويمكن بتصير بأوقات بالشركات كمان أوقات باي بروح بيشتغراد لبيته بروح بيدور وين فيه أرخص شي وين فيه سوري أردت شي بيشتري لبيته بهدف أنه أنا عم بوفر وأنه أنا بس هو مقتدر بيكون يعني إيد مش قصة مقتدر بس هو بهدف أنه عم بيوفر بهدف أنه أنا بدي عود ولادي يعيشوا حياة بسيطة بالوقت يلي على أشياتين يبلا طعمة يمكن الموسيقى يمكن تيابو يمكن بيحط كل شي فيه مصاري فإذا طب ليش ليش أنت هون بتتكرم بهذه النقطة بهذه النقطة أنت بتعمل حالك متواضع أو أنت بتلبس تياب أنه أنت معتر بتقولوا الناس ليك حرام هيدا الزلمة شو متواضع ليك فيه وروح الله بالوقت التاني بيعمل كل شغلة يعني بيحط فيها مليين المصاري فإذا التواضع هو مش بس مش بنه من المزهر تواضع منه أنه أنا أمشي ضلي راسي بالأرض تواضع مش هو إذا أنت قلت لي كلمة تكرم عينك لا هيدا سوريا مش تواضع هيدا بساطة بس بساطة سلبية منا بساطة إيجابية لأن المسيح صحيح كان بسيط وعلمنا نكون بسطة بس ولا مرة المسيح سكت عزلهم ولا مرة المسيح حدا استلموا كانوا حاولوا الكتب الفرسين يستلموا قرفت يجوا يقولوا له ندفع الجزي لقيصر أما لا إجا قالوا نعطوني الدينار هيدا لمين هيدا السورة لقيصر فإذا نعطوه لقيصر وعطوه لله فإذا كانوا يحاولوا يجوا أنه يوقعوا يعني عميزاكة يعني أدي ببساطة كان أجوبته وأدي قوي ببساطة وبحكم وأدي صح فإذا أحيانا بيجوا أشخاص يمكن كمان بيفوتوا على محال بدون يتشاطروا أو بدون يفوتوا يتزاكوا هلأ أوقات الشخص بيعرف بيطنش بقول يا أخي أنه مهم أنا بدي بيع خليني بيع وأخلص من وفي منهم بيعتبروا حالهم أنه هن عملوا اليوم ضرب زكا وقدروا وقدروا فإذا هيدا الأشياء اللي منعيش نحنا بحياتنا للأسف وأوقات منتغنى فيها أو أوقات ولا في يسميها زكا لأن ولا مرة التواضع ولا مرة البساطة ولا مرة الزكا ولا مرة الحكمة بتخذنا للخطيئة أو بتخذنا للسلبية بدأت تخذنا لشيء إيجابي فإذا مش أنهيك أنا وقته بشوف نتيجة عملي وبشوف نتيجة تواضعي أنه أنا متواضع وبيتي خربان أو أنا متواضع وشغلي خربان أو أنا متواضع ونصفين كلهم بيهربوا مني وعن بيكل حقوق الناس وين التواضع هاي ما هي ملنا التواضع فإذا هذه صارت تعقيد وإنغلاء على الزات بإسم يلي هي كل الشيء أنه أنا إنسان متواضع أنه أنا إنسان ما بصرف كتير مصاري أنا لأن أنا ما بهمني المادة بترجع بتطلعي بتشوفي معه كل شي في مصاري أو عم بصرف مصاري على الأشياء تاني بلا طعمي فإذا كتير مهمة أنه نكون البساطة بتعلمني يكون إنسان واضح قدي الواحد عفوا المونسينير بدي يكون متصالح مع حاله لحتى يعيش هذه البساطة مثل ما لازم وقدي تعاليم المسيحية عن جد بسيطة وإذا يعني منقول أهم الشيء الحب والمحبة والتواضع البساطة وبذلك الوقت قديش هن صعبين وقديش عم نعمل كل شي مونسينير حتى نبعد عنه يعني معقول مش إن هيك بدأ أناع لأنا عيشها يعني في القديس مكسيميليان كولبي كان عيش الفقر قديس عيش الفقر ولكن من ناحية تانية كان يشتري للرهباني عنده أحسن أنواع مطابع مش إن يطبعوا لينشروا الكتب المؤدسة وينشروا الكتب الروحية فإذا صحيح هو كان عيش الفقر بس بس فقره كان حقيقة لأن لأن شايف أنا أنه أنا بدي مطبع مهمة لأقدر انشر كتب جبت مطبع مهمة مجبت مطبعة في أولويات يعني في أولويات بالحياة أنا بدي أعرف مش عيش الفقر يعني لأن هذه الشغلة بجعب قليك بدها تربية وبدها صلاة يعني مش هين الإنسان يعيش حياة البساطة وكنت قلت بأول الموضوع ميراي أنه نحن هلأ عم يعيش ببساطة هلأ نحن نجبرنا نعيش ببساطة تبهي ولكن هالجبر كان إجابة لألنا لأن جينا اكتشفنا أنه أنا في أشياء كتير كنت عملها في أشياء كتير كنت أشتريها هلأ ما عم بشتريها ومش عم بعملها بس ما تغير شي بحياتي معناتها أنا في يعيش بطريقة بطريقة أبسط أبسط ومن دونه هلأ ما بتأثر على حياتي أنا وبعطيكي مطل خدي هلأ بكرة هلأ كم شهر فيه كم عرس بدون يصير والناس بدأت ترجع تتجوز ودجاء ناس حرام ومحضرين ببقى في حد يصدوا مرياج سأل بنا ناخد هدية على البيت مثل ما إجي تفتر نقول معقول كانوا يجبوا لي تناجر أو صحون هلأ بتجي دي وقتها ما هي جانة نحن اكتشفنا وبالفعل صار كذا عرس عم بيكون فيه عشرين خمسة وعشرين شخص أو ثلاثين شخص عم تحس أنه عم بيصلوا أكتر مضبوط عم بتحس أنه فيه جو خشوع أكتر بالكنيسة العريس والعروس عم بينبصوا أنه أنا هول اللي بدي إياهن اللي كان يجوا قبل كانت يمكن واجبات للتباهي وله حتى ترجي أن أدي أنا بلت أدفع على عرسي أنا مجبور أعزمك عيب إذا ما عزمتك فإذن عم بيكتشف أنه أنا وقتها شحلت كل هالإشياء الزيادة اللي كنت أعملها شفت أنا بعدني مبسوط وما تغير شيء بحياتي وبالعكس عم بيعيش الحدث أكتر مع الأشخاص سنعم نقدر كل شيء موسينيار يعني إذا كنت قاعد بمحل سمعت موسيقى بتقول ليه قاقف في موسيق قدي صلي مش قاعدة بجمعة مع الناس بحبهم ويقولوا آه والله وفي غلاقية في كل شيء بس بدنا ننظر للناحية الإيجابية يعني هيدا شغلة كتير مهمة كمان المسيح بيعلمنا يعني كان ماشي دار بالجل جولي وعم بقلنا في إيامي يعني إذا نحنا بدنا نتزيكة ونفرجة بس ونصوي بالناحية السلبية ما عليك أكيد مشان هيك ميراي بجعب أقول يعني صلاتنا صارت بسيطة أكتر يعني بابا أكتير يمكن بكنيسنا ببيوتنا بابا أكتير هيك يعني ستحس صارت يعني لأن أخدنا حجمنا والإنسان اللي بياخد حجمه بيحس حاله أنه مثل أكله ضربة والإنسان اللي بيكله ضربة بيوعه ونشكر الله يمكن أكيد ما كنا منتمنى نمر بهالظروف اللي عشناها لأن لا لكن اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا شيء ولكن شيء انفرض علينا فإذا أنا بإيماني بدي أخد النقطة الإيجابية من هالإختبار اللي عمعيشه شو ما كان هالإختبار يمكن أوقات منطول لنتعود على نامة حيات بس بيعتقد وقت النجاة عم نتعود بحس أنه في بساطة أكتر في تيبي أكتر في حقيقة أكتر ببقى كتير نمثل على بعض يعني أنا ببقى بقدر في كتير يعني أنا سمعتها من كتير أشخاص يعني ببقى نحنا ببقى أنا قدر شوف حالي عليك أنه أنا مثلا أنا شتريت شيء حسن منك لأن ببقى قدر أشتري وهي داك اللي كان يشوف حاله أنه بديو يغير سيارة ويمكن هلأ إذا بعد بغير سيارة وصار بيحصل بمية حساب فإذن كل إنسان بدمانه اللي كان هو معلق فيه تربى فإذن هالتربية هي إيجابية لأن جاة أنا اكتشفت أنه صرت وهي دي من توجيه البساطة أنه أنا قدر حافظ على الشيء بين إيديه لأن إذا انتزع ببقى قدر جيب عنه ببقى قدر جيب غيره بالوقت يلي قبل كنا يمكن مثلا سليولاراتنا يكون بعض جديد سليولاري طلع واحد جديد جيب غيره أقول أوكي يلا بس ألا لا صار سليولاري بدي يقعد انتبه له بجعب أقول صحيح هذي اجتماعيا بس أنا هون بدي فكر قديش هالشي نعكس على تفكيري وعلى إيماني لأن شان أم أبيت المسيح بيربيني بيربيني بطريقة كتير بسيطة وكتير مهزبة وكتير هيكي حكيمة لحتى يرجع يفرجيني مع الوقت أنه كتير حلو أنت اختبرت يمكن الصرف المصاري اختبرت أنه كل يوم تسهر اختبرت أنه دايما تسافر هلأ اختبر ناحية تاني شوف شو الفرق هلأ يمكن بأشخاص بقولك لأ بدي سافر يمكن بكرة تظبط الأيام نرجع كلنا نسافر بس ما بيمنع أنه كلنا تعلمنا هلأ من هالفترة اللي عشنيها تعلمنا قصص كتير وتعلمنا أمور يعني مهمة مشان هيكي فيه كم نقطة ميراي بدنا ننتبه لهم لأن البساطة هي بتبلش فيه منين بتدخل منين بتبلش البساطة بتبلش من العين والسمع والفكر المسيح بيقلي بالإنجيل إذا كانت عينكا نيرا جسدك كله نيرا إذا كان عينك بسيطة جسدك تكون كله بسيط فإذا أنا بدي بلش عيش البساطة من نظري يعني أنا قديش بنظر لأمور منيحة وقديش وقيت بنظر لأمور مش منيحة فكرة قديش أنا وقيت بظن فيك أنه ميراي مش منيحة أو ميراي عملت هالشغلة كرميل تعمل هيكي تتوصل أو ميراي قالتلي ما بعف هيش ومفكرة قديش أنا فكرة زهنة بيلوسني قديش زهنة أوقات بيخليني يصير إنسان عاطل وقديش زهنة بنفس الوقت بيخليني يكون إنسان منفتح بيخليني يكون إنسان وقديش أنا صلاطة بفكرة تختلف عن صلاطة بالسانة فإذا أوقات أنا بفكرة بكون مدري وين ولكن بالسانة بتقول إليك ما ألز وليك صلاطة وشو خلوي وعن بيصلي من قلبه بس أنا فكرة وين هذه ضد البساطة هاي مسامحنا تلوث مثل ما فيه تلوث بالبيئة فيه تلوث بالفكر فيه تلوث بالإنسان فيه تلوث بطريقة معطات مع الآخر مشان هيك الفكر بده يكون مرتبط مع اللسان لأن أنا كمان بدي أعرف بكلمتي كيف وصل لك البساطة كيف وصل لأن أنا كيف بدي أعبر عن البساطة يمكن أنت ما تشوف البساطة بحياتي تقدري تكتشفيها من كلامي والمسيح واتا كان يخبرهم للناس بقول الكتاب المؤدس وكان يكلمهم بالأمثال شو معنيتها الأمثال البساطة طي هاي الموضوع أكيد فإذن هالفهم يلي كان المسيح يوصله هو نحنا كلنا صرنا مشاركين للمسيح لأن أنا وإنت وكل المشاهدين وكلنا كلنا مسؤولين عن نشر كلمة الله مش بس نحنا ككنيسة كلنا لأن كلنا مؤمنين وكلنا معمدين هاي مسؤولية جماعية بأننا نشتغل لنوصل كلمة الله فإذا أنا شو عم بوصل باللسانة شو عم بوصل بفكرة شو عم بوصل بنظرة وشو عم بوصل بسمعي وقديش أنا بسمعي ميراي بسمع شي بجي بخبرك شي تاني عن جهات مو سانية ما لاحظت قديش أنا بسمع أمور عن أشخاص بروح بنقلهم إياها بطريقة مختلفة قديش أنا بسمعي بروح بحكي مشاكل مع غير نيس دائما مو سانيور فيه صراع عند الأشخاص مع كل حدا أوقات بتحس حالك أنه أنت عن جد كتير مليح وأفكارك هيك حلوة بس بيجي شي بيصير ينكوزك والأفكار الشريرة يعني هون الصلاة بتساعدنا لحتى نتخلص من هالأفكار وقات وقت ما يكون عن جد كتير غير أنين بالصلاة كمان هالأفكار بتجي تحتى السيئة هيك تحتى تنخر شو منقول هون الشيطان عم بجربنا ولا ولا نحن في عنا هالأسود والأبيض بالشخصية لكن في أمور كتير نحن بسميها أمراض نفسية شاك في أشخاص عندهم أمراض نفسية شاك وبيمرضونا معهم أوقات وأوقات في أشخاص عندهم روحانية كتير حلوة بيروحنونا معهم يعني بيقتسونا معهم مصبوط كتير مهمة ميراي بالحياة وبقول أنا دايما أنه مثل ما بحيال لشغلي بسأل يعني أنت بصير معك شي بالبيت بتدق إدغري للحكيم بشيك صار معك ناش بالبيت بتدق إلى الطراش أو بتدق إلى واحد طب أنا بحيات الروحية لم يم دق ليش بحيات الروحية ما بسأل حدا ليش بدي أتكل على حال بحيات الروحية ما بتصبط يعني كلنا بحاجة نسأل يعني الإنسان بحياته الروحية بده يعرف يطلع فشخة فشخة وكلنا بحاجة نستفيد من خبرات بعدنا يعني أنا هون اللي نجي على نقطة البساطة والتواضع أنا يعني أنا ليش أنا بدي أشوفها كتير كبيرة إذا بسأل ميراي عن خبرتها الروحية ولوما أنت رجل دين لازم تعرف لا أنا مش إنه إذا رجل دين بعرف كل شي مش مظبوطة ما أنا كمان عم بتطور أنا كمان عم بصلي أنا كمان عندي نقصة أنا كمان عندي أشخاص يعني عندهم خبرة أكتر مني بستفيد منهم مثل ما في أشخاص كمان بيسألوني عن خبرتي فإذا ما لازم أخجل وما لازم استحي هاي بأعتقد هاي البساطة إنه شو إذا أنا كنت مدير عايب إسأل الموظف إذا كان عنده خبرة وقديش فيه موصفين أشتر من المدرة قديش فيه ناس يعني بيصلوا يمكن أكتر مننا نحنا قديش فيه ناس بيصوموا فإذا ما لازم أنا استحي وما لازم أعتبرها هاي دي اللي تقيمة بالعكس هاي دي تربية مستنية عرفت كيف يعني والواحد ما بيحط على حاله قديش أنا بدي أشتغل تكون أول شيء إنسان طبيعي وبرجع بقول المسيح قديش حلو وقته راح على قبر ألي عازر بكي مزبوط وأكيد المسيح ضحك كتير وكان يمزح كتير مع تلميزه وقته يعده عشط للبحر والسمك وأكيد وقته شايفه وقف مع السامرية على بقر يعقوب تلميز إنه جايين قال لك وقف مع مين وقف صار ينمر عليه أكيد يعني ما كانوا أشخاص معقادين كانوا أشخاص مسالمين كانوا أشخاص بسطة كانوا أشخاص نضاف فإذا قديش أنا أوقات بحياتي بدي يكون إنسان نضيف وقديش بدي أقبل شو ما كانت قيمتة وشو ما كانت رتبتة وشو ما كانت مستوية وقديش ما يكون عندش هادات قديش أنا بقبل إنه إجي أسأل شخص أكتر مني أو استفيد من شخص أصغر مني أو يكون عند التواضع أو قات رئيس جمهورية أو شي ملك بفرجونا مثلا بيكون بمطعم وقف عم بياخد بيزا بيصوروه كان شي غريب إنه ليك رئيس وقف عم بياخد بيزا مثل من كل الناس أوكي وإذا رئيس يعني إنه إذا وقف بالصف هو بنسبة لقاله بيستغرب إنه ليش عم بيصوروني ما أنا هيك شوفي أداسة البابا فرانسيس أو يمشي هي البابا مشي عالطريقتك وين بده يمشي راح يدفع راح يشتري بس مش كلهم هيك انتبهي هلأ قوات يمكن في أمور بتسير بس يمكن ما نشوفها نحن بس إنه في حال إذا نزل أداسة البابا عالطريق أو حيال لها شخصية مهمة إذا مشيت عالطريق طب ما أنا إنسان إنه ليش بدك تمنعنا يمشي عالطريق أنا بحب مثلا فوت على السوبر ماركت اشتغراض طب إذا كانت أنا رتبتي أو إذا أنا كنت مدير عايب فوت على بدي أبعث الشاب اللي عندي طب أوكي وإذا رحت أنا شو راح من قيمتي إنه إذا كل الناس إذا أخوتي بيروحوا وجيراني بيروحوا يعني أنت قيمتهم راحيت وأنا قيمتي بدي أعد والغراض يجو نحن المجتمع معقد موسيني بجعب أقول البساطة ميراي هي إنه شو قلت بالأول ضد التعقيد فإذا ما بدي عقد حالي بدي يكون إنسان أخذ الأمور بكتير بساطة إذا أنا بحب سبور بعمل سبور شو ما كانت إذا أنا بحب القرية بقرأ إذا أنا بحب مسأة أمشي بالطبيعة أهلا قبل شوية كنتوا عم بتفرر طب أوكي ليش ما بدي أمشي بالطبيعة ما الطبيعة ربنا خلقة ويعني وبدأ بدي استمتع فيها هولي الأفكار نحن في عنا أفكار موروسية يعني والطبيعة بتعطيني انفتاح بالعكس إذا لا بعمل سبور ولا بطلع بالطبيعة ولا بروح عند الناس وأنا مدير شايف حالي قد الدنيا وأنا عندي ثلاثة دكتوراه وأنا معي كل شي في مصاري بقعد بقوطة شو بيصير فيه مع الوقت بعقد حالي ليش لأنا منغلق على ذاتي طب مونسينيور قبل ما يخلص الوقت وأنا أكيدة أنه في كتار من المشاهدين عم بيقولوا المونسينيور عم بيحكي عن البساطة وأنا ما بحب بوقت اللي بيصير ويصوبوا اتهاماتهم على الكنيسة تحديدا وعلى رجال الدين إذا بنا ناخد موعد من شخص يعني رجل دين شوي هيك عنده رتبة ما فينا نحكي معه ما بيحكينا يمكن عنده ناسه وكيف عم تحكي عن البساطة مونسينيور وكيف منحكي عن تعليم المسيح لكن في هيك وفي هيك مزبوط أكيد لكن في نقمة كتير كبيرة من الناس وخاصة هلأ مع الوضع الاقتصادي المدارس الأقصطات أنا نشكر الله بعد ما غيرت رقم تليفوني بعد هو وزيت لقلك شغلة الله يخليك لقلك شغلة لكن أوقات بدنا نعذر الناس أوقات خاصة شخص وقت يكون برتبة معينة ما في لحق على كل الناس لأن كل الناس بدأ وأنا بعرف شخص يعني رفيقي صار برتبة معينة وحب يضل مع الناس صار تعفى وقت بصير إنسان مسؤول بصير الناس تلتجي لأله أكتر أكي لأم تعفى كل شيء مخربط عنه صار مثلا اللي بده يتهجم عليه يبعط له مساج يبعط له واتساب وإذا رد عليه يبعط له يبهد له وأنتم ما بتسأله وأنتم كذا لأن الناس بتزيد أبقى لكن مش غلط تبهي مش غلط بشي عبقول أنه شخص يكون عنده أشخاص بيساعده مش غلط ولكن غلط مضبوط إذا أنا بدي شوفك وما تخليني شوفك أنا حقي شوفك تبهت خاصة إذا كنت أنا بمؤسسة عامة لأن أنا هدي عامة مش لقالي هدي للناس فإذا شي لقالي أنا بدي سكر بابي ما أحد أقله معي بس أنا مسؤول للناس بحيالة وظيفة عامة لأن شو ما كانت إن كان بالدولة أو بالكنيسة أو حيالة بمستوصفات ممنوع أنا أقول له ما بدي شوفك يمكن أكيد كون عندي اجتماع كون مشغول بدي استوعب الناس بس أنه ضل أنا شهر أخذ موعد من فلان ما يعطيني ليش موضو يعطيني النصور يمي يعني مين حدا بالوقت يلي أنت بكرة رح تجع تقعد على جنب رح تركض وراي موان ما عم تجي تشوفني يعني وهذا التاريخ بيعلم يا ما في أشخاص كانوا بيرتب عالي ما كان حدا يسلن وقت استقالوا أو وقت كبروا بالعمر شايفوا حالون وحدهم لأن نجا متذكر شو بزرع بشغلي بحصد أنا هلأ الناس يمكن عم تجي لعندي لأن أنا مدير أو لأن أنا وزير أو لأن أنا مدير شركة كلهم بس أنا وقتها بكرة بطل مدير شركة إذا ما حدا يجي لعندي معناتها لازم أفهم أنه كانوا عم يجيوا لعندي مش كرمالي كرمال مصلحة فإذا أنا قديش بدي خلي الناس تجي كرمالي قديش بدي خلي الناس تسأل عني أنا كشخص مش كرتبتي مش كوظيفتي مش كمستوية لأن إذا أنا عم بسأل عنك لمستويك أنت فليت إجا حدا تاني صارت تاني هو المهم أنت بطلت المهمة فإذا مثل ما بصير فينا مثل هاي فابل دولا فونتان في واحدة بيحكي أنه حمار نقلين عليه زخائر الإدسين مشيين بيتطواف وعم بيبخروه والحمار شو ماشي شايف حالو هو عم يبخرو الرليكي اللي حطينه ما هو إلا فونتان آخر شي بيقول أنه أحيانا قديش منفكر الناس عم تمجدنا نحنا هو نحنا وسيل لمشي طبعا تفا إذن بالحياة بيجع بقول الوقتة بصير أنا إنسان بسيط ببقى بزعل وقتة بصير إنسان بسيط شو ما قتقلتي لي بيستوعب وقديش نحنا قد نزعل من بعضنا على كلمة بيخد موقف منك قد يمكن تلفل لك بتقليلي بليس مشغولة هحكيني بعدين ولو بيزعل منك والفعل أنت بتكوني مشغولة يمكن أنه كيف قلتيلي مشغولة بيخد موقف منك وبقى بيقلإلك طب الإنسان البسيط قد مفيل الواحد يهونه الإنسان ما بيزعل البسيط ما بيزعل إنسان بسيط ما قلنا منه معقد إنسان بسيط منه إنسان بيحلل كل شي وبي منه حقود وبحكين منه حقود وهي مشكلتنا التحليل تحليل مين قال لك فكر هيك يعني أنه بصير أنا أقول أصدا هيك وبصير أنا زيد ملح وبهار بجعب أقول قديش حلو بنفسيتنا نكون هيك سهلين صح قديش بإيماننا بصلاتنا نكون سهلين يعني من له معروف بابا أنا عقد صلواتنا بابا أنا عقد شو بدي أقول له للمسيح المسيح بكل بساطة إيجا قال لي يعني اطلبوا تجدوا اكرعوا يفتح لكم بكل بساطة قال لي أقول أبا أنا الذي لا جب لي صلوات معقدة ولا جب لي لغة عربية وإنت قدي تسمعي واحد لغة عربية بديك دكسونير لتفهم ما شو عم بيقول كلمات خي منعفك شاطر بالأدب ومنعفك شاطر باللغة العربية بس أنا بدي أفهم أدك بدي أفهم عليك فإذن كتير مهم بكل شيء من أعمله بحياتنا مع أولادنا ما بدنا نعقدهم مع أرفقاتنا ما بدنا نعقدهم مع المؤمنين ما بدنا نعقدهم بدنا نحاول المسيح لأن هيك كان وأنا إذا بدأت شبه بالمسيح كونوا بسطاء كما أن أبوكم السماوية وبسيط يعني بدي ممي يعني فهمت في أمور ممنوعة بقى أن أعملها مش مسموح يعني بدنا كل منا بيدومان وبدأ يكون مسؤول على الإيجابية بالحياة على الإيجابية بتوصيل الكلمة على الإيجابية بالعلاقة لحتى بالفعل نكون مرتاحين ولا إذا كله نكاية وكله تعقيد وكله يمكن أنا أحسن منك وأنا بصير بشوف حالة لدمرك وأنه أنت ما عندك كفاءة أنا عندي كفاءة يعني هولي أبونا وأنا خايفة لأنه الوقت خلص بيزبطوا بالصلة يعني من صلي نحنا على نية الأشخاص ليصيروا هني عندهم يتحلوا بهالبساطة ونحنا كمان بذات الوقت أنا بنصلي لبعض ليش بتقولي بشخص فيه روح الله شو معينتها روح الله بتشوفي شخص مثلا تطلبي منه كذا خدمة بيلبيك أو إذا أصدتي بشي بتحسيه هيك بتقولي نشكر الله بعد فيه ناس فيه روح الله شو معناتها هالشي معناتها أنه هذا الشخص يمكن قدمى ممزوج بأله قدمى حياته فعلا بأله لأن احنا منفكر أنه الحياة المسيحية أو الروحية ضل أنا ريكع بالأرض وضل أنا حامل مسبحة تحتى مش مزبوط أنا يمكن ضل ريكع حامل مسبحة بس تجي لعندي بسكر باب وبشك شو استفدت وين صلاتي وين إيماني بس وقت أنا فعلا بكون ممزوج بحياتي الروحية بتشوفيها مشبوري تشوفيها مشان هيك ليو دق نوركم للناس فيروا أعمالكم الصالحة ما قالوا صلاتكم أعمالكم فيمجدوا أباكم اللي في السموات فإذا وين أنا أعمالي الصالحة شو معنا تعمالي الصالحة مش أنه روح إجي عمر حيط أو ادفع لهيدا أعمالي الصالحة أول شغلة إذا جيت اللي عندي استقبلك بفرح واسمعلك بفرح إذا بقدر ساعدك ساعدك بفرح حتى لو ما بقدر ساعدك بتقولي نشكر الله أنا ارتحت حكيته فشايت خلق أو طلبت منه صحيح ما قدر ساعدني بس بتروح من عندي مبسوطة مش أنه بتروح من عندي سوري أنه يمكن يا رجل أو جينا بدنا نعمل معاملة سوري يعني قديش نسمعهم بين يعني بالفعل أولك روحي كتب أنه شو النتيجة عطول بدي أسأل شو نتيجة عملي قبل ما نام وقت حط رأسي عن مخد شو كانت نتيجة عملي هنهار هل يا تورا أنا اليوم سهمت بخلق شي بالناس ولا لا سمح الله اليوم دمرت ناس اليوم أزيت ناس اليوم خربت بيوت الناس اليوم وصلت فكرة مش مني نعم متران شعر المراد نائم البطرياركي لأ أب راشيد بيروت للسرين الكاتوليك ببساطة خلص وقتنا بدأت شكر حضرك معنا نشوفك الأسبوع المقبل يا رب مرسي إن شاء الله يكون نهار مبارك يا رب لأ لك وللجميع ويعيشوا ببساطة لأنه أحلى شيء ممكن بالحياة أكيد والأناعة وهيك الراحة مع الزيت مشاهدنا فاصل ومن الرشاة اشتركوا في القناة